تعتبر البطارية الفارغة مشكلة ويدعي البعض أنه يمكن شحن الهاتف عن طريق فرقه على السجادة نتجه إلى معهد باريس للاتصالات حيث وافقت آكيما شاوشي على تنويرنا عند فرق جسمين ببعضهما البعض يحدث ما يسمى بالكهرباء الساكنة إذا فرقنا الهاتف على السجادة فلن يشحن ولكن ستحدث ظاهرة فيزيائية كهذه لذلك يمكن تعليق جزيئات صغيرة على سطح الجزء الذي فرق على السجادة ولكن لماذا لا تستطيع هذه الكهرباء إعادة شحن بطارية الهاتف خاصتنا؟ أولا لأن الهواتف ليست مصممة بنظام استعادة الكهرباء الساكنة لنتمكن من تخزينها في البطارية ليس لدينا كمية كافية لنكون قادرين على شحن بطارية الهاتف المحمول عذرا فلا وجود للسجادة التي تشحن الهواتف المحمولة